غردي يا نسها نحن نجحنا وإلى المجد بعزم قد وصلنا وزرعنا جودنا طول الليالي وآت اليوم الذي فيه حصدنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم الطلاب العزاء ممتحني الشهادة السودانية 2013 نتمنى من الله التوفيق ونستمر في حصص مادة الجغرافية والدراسات البيئية كان بدأنا الحصة المضت بداية الجغرافية الاقتصادية واتناولنا فيها جزئيات مخصصة في الانتاج الزراعي أنتغل الانتاج الحيواني بالإضافة للانتاج أنقابي حتى نتناول الانتاج الحيواني واتناول الانتاج أنقابي أبدا باشرة بامتابعة الحصة المضت واتناول كلمة الانتاج مرة ثانية بنفس النقطة وفي نفس المساحة تكلم على الإنتاج وبما يخص الإنتاج الإنتاج نوعين ذكرتهم الحصة المضت إنتاج زراعي وإنتاج حيواني زراعي حيواني زراعي وحيواني اتكلمت في الحصة المضت عن إنتاج زراعية نوع الإنتاج الحيواني والحيوانات المغررة على طلاب الصف الثالث اللي هي عبارة عن ثلاثة أنواع من الحيوانات النوع الأول اللي هي الأبقار النوع الثاني اللي هي الأغنام والجانب الثالث بخصة الثروة السمكية الثروة السمكية ده القسم الثالث طيب أرجع مرة تانية بالنسبة للأبقار وعندي الانتاج الحيواني بيتمثل في الأبقار وعندي أساسها الأبقار برضو بتنقسم لقسمين الأبقار عندي بتنقسم لقسمين الطالب ينفذ معاو ياريت الطالب يكون عنده كراس ورقة لأنه أنا بختصر لك أهم النقاط المهمة في المنهج بصورة عامة أهم النقاط أنه ممكن تكون موضع السؤال في الامتحان عندي بما يخصها الانتاج الحيواني تناولت الأبقار الأبقار نوعين عندي أبقار اللحوم وعندي أبقار الألبان الأبقار ذاتها قسمين أبقار اللحوم وأبقار الألبان بما يخص أبقار اللحوم في سؤال بيقول لك ما هو الشرط الطبيعي ما هو الشرط الطبيعي لتربية أبقار اللحوم هناك شرط طبيعي لتربية أبقار اللحوم بتمثل في إغليم الحشايش سؤال ما هي الشروط الطبيعية ما هي الشروط الطبيعية لتربية أبقار اللحوم قلنا إغليم الحشايش أما الشرط الطبيعي لتربية أبقار الألبان قال لي المناطق المعتدلة الباردة المناطق المعتدلة الباردة والشرط الطبيعي لتربية الأغنام قال لي المناطق المناطق جيدة التصريف للمياه نقاط مهمة جدا مناطق جيدة التصريف للمياه في سؤال ورد في النشاط بتاع الكتاب قال الطالب ما هي الشرط الطبيعية التي ارتبطت بتربية أبقار اللحوم وأبقار الأغنام واللحوم وصوف الأغنام ما هي الشرط الطبيعية لتربية أبقار اللحوم وأبقار الألبان واللحوم وصوف الأغنام ده برجعني لأنه الهدف الأساسي من الأبقار اللحوم والألبان رجعني نقطة محددة أنه الهدف الأساسي من تربية الأبقار اللحوم والألبان طيب ده برضو برجعني السؤال لأنه الهدف الأساسي من تربية الأغنام اللي هي اللحوم والصوف اللحوم والصوف عشان كده السؤال قال ما هي الشروطة الطبيعية التي ارتبطت أرجع نشاط الكتاب ما هي الشروط الطبيعية التي ارتبطت بتربية أبقار اللحوم وأبقار الألبان واللحوم وصوف الأغنى الطالب انتهى البساطة يكتب ألف أبقار اللحوم تربى في غليم الحشيش أتنين أبقار الألبان تربى في المناطق المحتد للباردة دي الشرطة الطبيعي مثل دولة تقع في غليم الحشيش ممكن أقول أرجنتين تقع في غليم الحشيش أستراليا في غليم الحشيش أورجواي في غليم الحشيش علما بأن أكبر دولة طالب سجل معاي المعلومة دي أكبر دولة في العالم أكبر دولة في العالم من حيث تصدير لحوم الأبقار دولة الأرجنتين دولة الأرجنتين 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 أتنين بالترتيب التنازلي أورجواي 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 في العالم أهم حاجة كالرأس والقلم هنسجل معلومات كثيرة خلال فترة الدراسة الجاية أكبر دولة في العالم من حيث عدد عدد لكن أكبر دولة تصديراً الأرجنتين ما يسحب الطالب ما يسرح في النقاط الزيد معلومات بسيطة طيب أرجع لمرة تانية الألبان من المناطق المحتلة الباردة ممكن الطالب يختار المناطق المحتلة الباردة خص بذلك دول قرب أوروبا دول قرب أوروبا لدول معروفة فرنسا فرنسا والسويسرا فرنسا والسويسرا والدنمارك وهولندا دول أساسها تخصصت في أبقار الألبان طيب عندي الأغنام بلنا الهدف الأساسي اللحوم والصوف سؤال ورد في امتحان الشهادة السانوية سؤال ورد في امتحان الشهادة السانوية شهادة السانوية 2003 قال للطالب في 2003 علل تنعدم علل تنعدم تربية أغنام تنعدم تربية الأغنام بصورة عامة الأغنام في المناطق أو في مناطق في مناطق المستنغعات سؤال مهم للطالب علل تنعدم تربية الأغنام في مناطق المستنغعات ليه يا أستاذ تنعدم تربية الأغنام في مناطق المستنغعات لجواة بسيطة دبرة جعني للشرط الطبيعي لتربية الأغنام قلنا في المناطق جيدة التصريف للمياه علما بأن المستنغعات مناطق لا تصلح لتربية الأغنام لأنها غير جيدة التصريف للمياه أرجع مرة تانية علل تنعدم تربية الأغنام في مناطق المستنغعات الإجابة جيم لأنها مناطق غير جيدة التصريف للمياه لأنها مناطق غير جيدة التصريف للمياه أرجع أجل وضح جسئية خاصة معلومة رغم ثلاثة معلومة رغم واحد أكبر دولة في العالم من حيث تصدير الأرجنتين أكبر دولة من حيث عدد أبقار اللحوم الولايات لكن أكبر دولة في العالم من حيث تصدير لحوم الضان معلومات الضان دولة نيوزلندا أجل وضح دولة نيوزلندا على الخريطة لأن السؤال لما انجل الطالب قال الطالب قال الطالب على الخريطة على الخريطة بين دولة نيوزلندا أرجع الخريطة مرة تانية أوضح نيوزلندا نيوزلندا طبعا ده المحيط الهادي في معلومات خطة الطالب في رأسه المحيط الهادي المحيط الأطلسي المحيط الأطلسي المحيط الأطلسي أو الأطلنطي يا الأطلسي يا كلمة الأطلنطي المحيط الهندي نوع خاص بالمحيط الهندي لو دا العرفوا دي دولة الهند دا المحيط الهندي الهندي محيط الهندي لو أساسا عندي مشكلة في المسميات في موقعه دا المحيط الهادي دي أستراليا محيط الهادي محيط الهندي محيط الأطلنطي أو الأطلسي محيط الهادي طبعا إذا كان لحظت ده المحيط الهادي وده المحيط الهادي لأنه يكون أرضية في حالة بتاع الدوران المحيط ده يهون محيط ده واحد إبقى بالتالي نيوز لندا ممكن يكون ده موقع ولا هو موقع وممكن يكون موقع هنا برضو لأنه تقع في المحيط الهادي نيوز لندا لما يزالك سؤال الطالب يقول ليه ما عنه على الحيوان الذي يربى في هذا الموقع الطالب وانتهى البساطة الحيوان الضان الدولة اللي بتنتج دولة وين نيوزلندا حيوان الضال والدولة دولة نيوزلندا أنا أتوقع السؤال الثاني أستراليا أقول لك ما الحيوان الذي يربى في دولة أستراليا الأغنام وما اسم الحيوان الذي يربى في الصين الأغنام ليه الصين أستراليا قليل أن الصين توجد فيها هضبة منشوريا وهضبة منشوريا أنصب منطقة في آسيا لتربية الأغنام يعني فقارة آسيا الأغنام في الصين في آسيا الأغنام في الصين في الصين وين؟ في هضبة منشوريا توقع سؤال يقول الطالب مسل مسل لمنطقة لتربية الأغنام في الصين الطالب يقول هضبة منشوريا هضبة منشوريا هضبة منشوريا أنسب منطقة لتربية الأغنام في الصين عندي أيضا أغنام في آسيا في إيران في دولة إيران برضو منطقة صالحة لتربية الأغنام دولة إيران منطقة صالحة لتربية الأغنام وين في إيران؟ في هضبة إيران في هضبة إيران في هضبة إيران أما إذا كان سألني عن الحيوان في أمريكا اللاتينية الحيوان في أمريكا اللاتينية بيوجد في دولة الأرجنتين الأرجنتين الحيوان شنو؟ الأبقار نوع الحيوان في الأرجنتين الأبقار نوع الحيوان في أستراليا تميل إلى الأغنام أرجع مرة تانية بما يخص الإنتاج الحيواني ابقى ثلاثة أنواع لأبقار الأغنام الصروة السمكية أرجع ليش صروة السمكية بما يخص الصروة السمكية عندي تلاثة مصطلحات واحد اثنين تلاتة هم تلاثة مصطلحات المصطلح الأول اللي هو كلمة الأرصفة القارية مصطلح الأرصف القارية لو قال الطالب ما المخصود بكلمة الرصيف القاري أو الأرصف القارية عند المصطلح الثاني كلمة العروض الدنيا العروض الدنيا أو بما تسمى الوسطى عند المصطلح رامي ثلاثة اللي هو كلمة العروض العليا العروض العليا تحان الفين وعشرة قال الطالب عرف العروض الدنيا عرف العروض الوسطى عروض الدنيا العروض الوسطى دي الصروة السمكية أهم تلات انقاط في الصروة السمكية علما بأنه 25% من أسماك العالم تستخدم كمخصبات الدول التي أصبح تستخدم الأسماك كمخصبات زراعية عند دولة بيرو وعند دولة كولومبيا وعند دولة الإكوادور يقول الطالب مثل دولة أصبح تستخدم الأسماك كمخصبات زراعية يعني شيء من السمك كده يستخدمونه كمخصب للتربة لزيادة الانتاج عندي 25% من هذه الدولة من هذه الأسماك تستخدم كمخصبات زراعية عندي دولة بيرو وين؟ كولومبيا بيرو كولومبيا طيب نحصصها أرصفة القارية أرجع السابورة مرة ثانية تعرف كلمة الرصفة القارية هي السواحل المتعرجة طالب اكتب معنا هي السواحل المتعرجة ذات المياه الضحلة التي توفر الغزاء الأسماك سواحي المتعرجة زات مياه ضحلة توفر الغذاء لأسماك يبلغ سواحي المتعرجة زات مياه ضحلة توفر الغذاء لأسماك يبلغ سمكها ستمية قدم وتصل إليها أشعة الشمس دي كلمة الأرصفيتها القارية المصطلحة اللي بعده عندك كلمة العروضة الدنيا الطالب يسجل المعلومات العروضة الدنيا نخلي بالنا في الخريطة بكل أفضل كل ما الطالب شرح بالخريطة اللي أساسا عندنا في مادة الجغرافية يقول لك زماف فاكتوب جغرافي الخريطة هي حقيقة الجغرافي زماف فاكتوب جغرافي يبقى عندي طبعا ده صفر وعندي خط تلاتين درجة وعندي خط ستين درجة طالب يركز معي حب ستين درجة شمال تلاتين درجة برضو شمال وعندي أساسا تعرف كلمة العروضة الدنيا أو الوسطى طبعا أنا عندي صفر معنات واحد نين تلاتة أربعة خمسة لحد الرغم كم تلاتين دي كلها دوائر عرضية كلها دوائر عرضية فتعرف كلمة العروضة الدنيا أو الوسطى هي أي دائر عرضية أي دائرة عرضية أي دائرة عرضية بتقع بين واحد إلى تلاتين درجة شمال وجنوب خط الاستوى تلاتين درجة شمال وجنوب خط الاستوى ده تعرف كلمة العروضة الدنيا أما تعرف العروضة العلية هي أي دائرة عرضية من الرغم 30 للرغم 60 شمال وجنوب خط الاستوى هنا من واحد إلى تلاتين درجة شمال وجنوب خط الاستوى هنا من 30 إلى 60 درجة العلية من 30 إلى 60 شمال وجنوب خط الاستوى طيب أرجع مرة تانية قال لي بما يخص الأسماك عندي البحار المدارية على مستوى العالم البحار المدارية على مستوى العالم هي أساساً غنية بالصروة السماكية لكن أسماكها غير مستغلة ده سؤال واضح في الكتاب بتاع الجغرافيا وفي نشاط الكتاب والطال يمكن يرجع للكتاب إجابة ده برجع على ثلاثة أسباب قلنا البحار المدارية غنية بالصروة السماكية لكن أسماكها غير مستغلة ده نرجع على ثلاثة أسباب السبب الأول إنها صغيرة الحجم سبب رغم اثنين غير مستصاقة الطعم السبب رغم ثلاثة كثيرة الدهون طالب يكتب الإجابة السؤال عنده في الكتاب أسماك البحارة المدارية غير مستغلة لواحس صغيرة الحجم اثنين كثيرة الدهون ثلاثة غير مستصاقة الطعم ثلاثة أسباب رئيسية أرجع مرة تانية يقول الطالب مسي لدولة أصبحت تستخدم الأسماك كمخصبات زراعية ممكن أقول بيرو ممكن أقول كرامبيا ممكن أقول إكوادور جانب التالت عندي ربع إنتاج العالم إلى أسماك يستخدم كمخصبات زراعية ربع إنتاج العالم يعني 25% أو ربع لفظا من الأسماك تستخدم كمخصبات زراعية أرجع مرة تانية وأتحول أتكلم عن الإنتاج القابع على مستوى العالم اللي هي القابعة طيب قلنا أكبر دولة في العالم من حيث عدد الأبقار من حيث العدد الولايات المتحدة الأمريكية أما الدولة من حيث تصدير الأرجنتين تل الأرجنتين أو رقواي ثم من بعد ذلك أستراليا أكبر دولة في العالم يصدر لحوم الضان أكبر دولة في العالم يصدر لحوم الضان نيوزلندا أكبر دولة في العالم يصدر لحوم الضان نيوزلندا ربع إنتاج العالمي لأسماك يستخدم كمخصبات زراعية ذات الخيص الإنتاج الحيواني أتكلم عن الإنتاج القابي الإنتاج القابي والطالب يرحظ لحاجة برضو أول المعلومة بتخص الإنتاج الغابي برضو 25% من مساحة الكرة الأرضية 25% من مساحة الكرة الأرضية أو العالم عبارة عن غابات الرغم 25 لقاني كتير في الكتاب 25% من مساحة الكرة الأرضية غابات المعلومة الثانية 25% من أسماك العالم تستخدم كمخصبات المعلومة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية تستورد 25% من ألمونيوم طالب يركز للرغم 25 لقاني كتير 25% من ألمونيوم العالم تستورد ولاة المتحدة الأمريكية 25% من أسماك العالم تستخدم كمخصبات زراعية 25% من مساحة الكرة الأرضية عبارة عن غابات دي معلومات وخطة طالب في رأسه معلومات وخطة طالب في رأسه يبقى الإنتاج الغابي أول المعلومة يكتبه الطالب قالت وغطي الغابات 25% من مساحة الكرة الأرضية إذا كان أخذت كلمة الغابات أو لفظ الغابات الغابات عندي قسمين طالب يركز الغابات قسمين القسم الأول قابات باردة القسم الثاني قابات مدارية القابات الباردة موجودة في شمال العالم القابات المدارية توجد في أواصل العالم أرجع مرة تانية الغابات الباردة بتضم لين وعين بتضم غابات صنوبرية وبتضم القابات المحتدلة يبقى عندهم قابات الباردة قسمين صنوبرية معتدلة الغابات المدارية عندها كنيا أو لفظ تعرب باسم الاستوائية الاستوائية والمدارية الحالة وحدة أهم منتج المطاط الدولة الأولى البرازيل الدولة الأولى في العالم والمطن الأول له وأول شجرة زرعاء في البرازيل انطلقت الشجرة إلى سريلانكا والملايو يعني نقل الشجرة المطاط من البرازيل إلى جنوب شرق آسيا خذ بذلك سريلانكا والملايو ما هي الظروف التي ساعدت على نجاح زراعة شجرة المطاط في البرازيل وجنوب شرق آسيا؟ يعني ليه؟ نقل الشجرة من البرازيل ونجحت في الملايو وسريلانكا قال ليه للملاءمة الظروف المناخية والمناخ مناخ مداري المناخ مناخ مداري المناخ مناخ مداري أرجع مرة تانية الغابة الباردة الصنوبرية المحتدلة النوع التاني مدارية لكن في معلومة طالب ميز بيناتها الغابات حسب حسب نوعية الأخشاب ثلاثة حسب نوعية الأخشاب ثلاثة لكن قال غابات سينوعين بردة ومدارية لكن الغابات حسب نوعية الأخشاب ثلاثة النوع الأول صنوبرية النوع الأول صنوبرية النوع التالي محتدلة النوع التالت مدارية مدارية تسمى صنوبرية أو قابات محتدلة صنوبرية براها محتدلة براها مدارية براها محتدلة تعرب باسم القابات المحتدلة الصلبة أو قابات المناطقة المحتدلة هنا عندي القابات ذات الأخشاب الصليبة اللي هي المدارية ذات الأخشاب الصليبة أجل أوضح القابات الصنوبرية في العالم على الخريطة أين تقع القابات الصنوبرية في الخريطة أرجع مرة تانية الخريطة بتاعتي أبين سؤال لو لا السؤال للطالب في الامتحان قد يال الخريطة بتاعت العالم قدامه وقال للطالب في هذه الخريطة أبين مناطق انتشار القابات الصنوبرية القابات الصنوبرية تنتشر في شمال العالم ده موقع القابات الصنوبرية تنتشر في شمال العالم قابات الصنوبرية تنتشر في شمال العالم عندي شمال آسيا شمال أوروبا شمال كندا ثلاثة مواقع شمال آسيا شمال أوروبا شمال كندا ده موقع القابات الصنوبرية هنا برضو غابات صنوبرية غابات صنوبرية قابات صنوبرية تقع في شمال العالم شمال العالم صنوبرية لو قال على الخرطة بين مناطق القابات المحتدلة عندي شرق أمريكا الشمالية شرق أمريكا الشمالية شرق غارة أمريكا الشمالية تعتبر موقع للقابات المحتدلة معتدلة معتدلة عندي أيضا شرق إفريغيا برضو قابات معتدلة قابات معتدلة عندي شرق أستراليا قابات محتدلة قابات محتدلة للمواقع الاستراتيجية في العالم القابات المحتدلة شرق أستراليا شرق إفريغيا شرق أمريكاية الشمالية القابات المدارية تتوسط العالم تتوسط العالم تتوسط العالم تتوسط العالم أبين مناطق الانتشار للقابات المدارية على الخريطة أرجع مرة تانية الخريطة القابات المدارية دي أمريكا الجنوبية شمال أمريكا الجنوبية شمال أمريكا الجنوبية أخذ بذلك حوض الأمازون حوض الأمازون حوض الأمازون علما بأن هذا النهر هو نهر الأمازون هذا النهر نهر الأمازون نهر الأمازون لذلك أطلق عليك المضح حوض الأمازون منطقة استراتيجية في العالم للقابات المدارية أو الاستوائية المنطقة الثانية حوض الكنجو علماً بأن هذا النهر هو نهر الكنغو أو بما يسمى زائري الكنغو أو زائري توجد الشلالات أطلق على شلالات ليفنجستون على نهر الكنغو على نهر الكنغو دي منطقة استراتيجية حوض الكنغو حوض الامازون منطقة استراتيجية للقابات المدارية أو الاستوائية القابات المدارية أو الاستوائية المنتج المطاط أهم الأشجار المحتدلة أهم الأشجار في المحتدلة نوعين الزان والبلوط الزان والبلوط النوع الثاني المدارية المهوغني والتيك المهوغني والتيك المهوغني والتيك في الغابات المدارية المحتدلة الزان والبلوت الزان والبلوت أرجع مرة تانية على الخريطة أبين بعض الأسئلة أرجع للخريطة أبين بعض الأسئلة قابات صنوبرية قابات محتدلة قابات صنوبرية قابات محتدلة قابات استوائية قابات استوائية حتى الطائر المعارف بتقع على خطشنه الاستواء صفر صفر طيب وراء السؤال بمجب المعلومات اللي عندي القابات الصنوبرية ذات قيمة اقتصادية عالية جاء طالب سؤال للطالب قال له علن علن القابات الصنوبرية القابات الصنوبرية ذات قيمة اقتصادية عالية اختصر بعد السؤال القابات الصنوبرية ذات قيمة اقتصادية عالية طالب يكتب السؤال ليه القابط الصنوبرية زاد قيمة اقتصادية عالية إذا كان غارنتها بالغابات الأخرى إذا كان غارنتها بالغابات الأخرى ليه الصنوبرية زاد قيمة اقتصادية عالية في سبب السبب واحد إن الصنوبرية متجنسة متجنسة يعني كل نوع وحد اتنين طرية أصبح تستخدم في صناعة الورق ثلاثة توجد على مساحات واسعة توجد على مساحات واسعة توجد على مساحات واسعة تلك السؤال علم ألقابات الصنوبرية زاد قيمة اقتصادية عالية نعم لأنه متجنسة من نوع واحد أي طرية تستخدم في صناعة الورق توجد على مساحات واسعة أجي أشوف سؤال بمجمل معلومات تسرت على السبورة ألقابات نوعين برد محتدل برد مدارية البرد نوعين صنوبرية محتدلة البرد نوعين صنوبرية محتدلة الغابات المدارية من ضمن الغابات الاستوائية طرح سؤال في امتحان الشهادة السودانية على ثلاثة فترات أي على ثلاثة سنوات سؤال كان بمخص الغابات كلها في جدول واحد أرجع السبورة أشوف شكل السؤال اللي انطرح نخلي بأن مرة تانية السبورة عندي سؤال قال الطالب غاري بين غارن 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 بين غار أمسك الغابات الباردة التي هي الصنوبرية والمحتدلة بالنسبة للمساحة والانتشار فيها بالنسبة للمساحة والانتشار في الغابات الباردة توجد على مساحات واسعة لأنه شمال العالم شمال العالم على الخريطة هنا شمال العالم لو سمحت الكاميرا على الخريطة على الغابات تقعوين شمال العالم شمال توجد في مساحات واسعة أرجع مرة تانية الغابات الاستوائية محدودة المساحة لأنه في أواصلة فريغيا وحوط الأمازون في أواصلة فريغيا وفي حوط الأمازون عشان كده محدودة المساحة محدودة المساحة هنا القابات الباردة الصنوبرية والباردة المحتدلة الاثنين مع بعض قلنا توجد في مساحات واسعة الطالب ينفذ الإجابات عندي مدى تنوع الأشجار القابات الباردة مدى تنوع الأشجار القابات يتاه الباردة القبات الباردة متجانسة مدى تنوع الأشجار متجانسة كلها نوع واحد أما القباتية الاستوائية متعددة الأنواع يعني غير متجانسة متعددة الأنواع غير متجانسة أرجع مرة ثانية نوع الأخشاب في الباردة طرية حتى أصبح تستخدم في صناعة الورك طرية تستخدم في صناعة الورك نوع الأخشاب طرية تستخدم في صناعة الأخشاب هنا طبعا صلبة صلبة هنا طرية هنا صلبة القيمة الاقتصادية طبعا دي توجد على مساحات واسعة وغيرها يبقى هنا حكتب ذات غيمة اقتصادية عالية حكتب كلمة ذات غيمة اقتصادية عالية هنا تكتب ذات قيمة اقتصادية عالية أما هنا انخفاض القيمة الاقتصادية لأنه متعددة الأنواع ومساحاتها محدودة وصعوبة التناخد داخل القابة الاستوائية اسم شجرة لكل نوع القابة الباردة قلنا نوعين صنوبرية ومحتدلة وانا عندي مثال بقول المحتدلة الزان والبلوت الزان والبلوت دي المحتدلة اما الاستوائية اللي حقول المهوقني والتيك الاشجار المهوقني والتيك اما المنتج المطاط المنتج المطاط اسم الشجرة الزان والبلوت المهوقني والتيك في الاستوائية اسم حيوان يعيش في المناطق الباردة الدب الغضبي اسم حيوان يعيش في المناطق الباردة الدب الغضبي اسم حيوان يعيش في المناطق الاستوائية الأسد النمر الأسد النمر الطلاب الأعزاء بمشيئة الله يمتد المدى الجغرافي إلى نهاية عام 2013 فليعنكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نجحنا وإلى المجد بعزم قد وصلنا وزرعنا جودنا طول الليالي وأتى اليوم الذي فيه حصدنا غردي يا نفسها نحن نجحنا وإلى المجد بعزم قد وصلنا وزرعنا جودنا طول الليالي وأتى اليوم الذي فيه حصدنا عانق العليا يا نفس بفخر سطري شعرس للأنج معنا ما لهون يوم أن جاءت خطوب بل سطر